موسيقى صباح الخير ملف المواجهة المصرفية بين حزب الله والقطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان والتي تتخذ طابعا بالغة دقة تقدمت إلى صدارة العنوين السيما بعدما واقف نقلت عن مسؤولي الحزب يتهمون المصارف وحاكم مصرف لبنان بالتآمر ويهددون بمواجهة القرارات الأمريكية بكل الوسائل هذا الموضوع بالتفصيل إضافة إلى غيره من المواضيع ذات الأبعاد الاقتصادية السياسية الاجتماعية والبيئية حتى سنناقشها مع ضيفنا دكتور مروان سكندر صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا بك إذن بالقرارات الأمريكية وتحديدا بموقف مساعد وزير خزانة الأمريكي لمكافحة تمويل إرهاب دانيل جليزر الذي أكد فيه أن واشنطن تستهدف فقط حزب الله كاريكاتور جريدة اللواء اليوم يصور اللبناني يقول شو مكانة الأهداف المهم متاخد لبنان للاستنزاف هل فينا نقول دكتور سكندر بدوء تصاعد حدة هذا الموضوع لبنان معرض للاستنزاف لبنان مش معرض للاستنزاف إذا حكمنا العائل ونظرنا إلى هالأمر في إطاره الحقيقي هلأ العقوبات الأمريكية قد تبدو للغير أنه كيف الدولة بتصدر قوانين تسريع على الغير أنا كانت بمحاضرة لأحد رؤسة البنوك السويسرانية اللي كان رئيس السويسرا كمان بدورة من الدورات وسألته أنه كيف أنتوا بدكن تطبقوا القوانين الأمريكية مثلا على مين الأمريكان اللي عندوا حسابات عندكم وإلا بتجزوهن فقال لي أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية هي اللي مولت بقية العالم وهي اللي رفحت الحرب وهي اللي كرست الدولار كالعملة الرئيسية في نظام المالي العالمي ولا زال هذا الدولار هو العمل الرئيسي فكيف بدنا نتفادى نحنا عقوبات قد تطال التعامل بالدولار يعني خدي مثل تاني بنك 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 بي بري بار فرنسي اللي هو أكبر بنك فرنسي مول صادرات إيرانية من البترول لا الهند وما كان هالشي ممنوم فرضوا عليه عقوبات 11 مليار و 500 مليون دولار وإذا ما بيدفعهم قالوا له منسكر لك الفرع تبعك بنيويورك ونمنع البنك تبعك ونتعطى بالدولار يعني كانوا عم بيقضوا على أكبر بنك فرنسي اللي هو قد كل بنك اللبنانية عشر مرة فنحنا لازم نوعى أنه هالقطاع هلا هو القطاع الوحيد اللي بعده عم بيشتري إلى حد ما واللي ساهم في النمو الاقتصادي ببرامج مش هي بالتأكيد من اقتصاص البنك المركزي وإنما قام فيها البنك المركزي يعني بعطيك مثل البنك المركزي في أي دولة نظريا عنده ثلاث مهمات المحافظة على النقد نقد وأستقرار الضبط التضخم ضبط التضخم وبالتالي تيسير النمو مش تحديد النمو أو زيته بس تيسير النمو نحنا اللي صار في لبنان الاستقرار النقدي تحصل من سن الف وتسعمية وستة تسعين نعم وهو حقيقة بدي سنة الف وتسعمية وثلاثة تسعين ولكن ترسخ بنفس الساعة اللي صارت من سنة الف وتسعمية وستة تسعين ومصر في لبنان بدي برامج لدعم الفوائد بالنسبة اللي اللي بدون يشتريه من الأوضاع متوسطة وبالنسبة لصناعات جديدة بالنسبة لصناعات تتعلق بحفظ البيئة بالنسبة لقروض لتلميذ اللي بيروحوا على الجامعات كل هذا ساعد على نمو الاقتصاد واحد أو واحد ونصف المية ولولا ذلك ما في نمو بالمرة والواحد واحد ونصف المية على فكرة مش نمو لأنه النمو عدد السكان أكتر من هذا النمو فبالتالي معدل دخل الفرد عم بينزل آخر سنتين تلاتين بأي حال الموقف الأمريكي اليوم دكتور سكندر كتير تم البناء عليه بالمواقف والتحليلات رح نبدأ بداية بما أكده بحسب جريدة الحياة عزم واشنطن على تنفيذ أنون العقوبات ضد حزب الله بما ينسك ويتفق مع الحفاظ على قوة النظام اللبناني المالي وسلامته وأكوى أعاد التأكيد أن هذا القرار ما أنه ضد الطائف الشعية فقط ضد حزب الله بس بردود الفعل عم نشوف وكأن عم بتم وضع الطائف الشعية بمواجهة هذا القرار بكاملة القرار ما بيطل على كل الطائف الشعية وبريد هلأ أذكر لك شالي مهمي اليوم حزب الله عم بيحارب بسوريا مع النظام السوري النظام السوري أصدروا عليه لاحة عقوبات لأشخاص اللي اغتنيوا بشكل غير شرعي الأمريكان من سنتين وثلاثة وأربعة وأكتر من مئة واحد من النظام السوري وحوسط النظام السوري ممنوع التعامل معهم ما صار فيهم والبنوك اللبنانية طبقت هالشي دخلك ما طلعت الضجي ما صار ضجي من قبل حزب الله وهو حليف وريح يحارب معهم على هالأمر ليش هل الضجي هل هن مستهونين بقية الفرقاء هل هن معتبرين أنه القطاع المصرفي منه ضروري للحياة الاقتصادية ما منع ريش الجديد بسبب هالضجي بتقول سبينا عواس اليوم بالنهار أنه تبين للحزب أولوية حاكم مصرف لبنان أنه هي الحرص على الانخراط بالممارسات المالية الدولية واعتبرت المصادر هالكلام لحاكم مصرف لبنان أنه بمثابة استفزاز وتحدي للحزب ببيئة المستهدفة أمريكية يعني مواقف الحاكم المركزي أريد أن تسمح لنا ست سبينا عواس بها التحليل هذا لأنه ما في حاكم بنك مركزي في كل العالم العربي ما في حاكم البنك المركزي بسوريا إلا بده ياخد بالانتبار الشروط اللي تتعلق في تبادل الدولار دولار نعم ما في إطلاقا ولا حاكم في أي بنك عربي ولا حاكم البنك المركزي الإيراني يتجاوز ذلك فبالتالي وكأنه نحن الحاكم عنا صار هو الضحية الجديدة للتأقط بالسياسة هذا أمر جدا مضر بلبنان عم بتشوف الأمر عم بيروح ينحو بتجاه السياسة طبعا ولو البيان تبع حزب الله مبارح مش اليوم نعم أنه السياسة النقادية تجاوزت الضرورات السياسة القومية طيب شو يعني السياسة القومية هل السياسة القومية أنه نحن نفل في القطاع المصرفي هادي ما السياسة قومية حتى وضع القطاع المصرفي يعني ومن يتعاطف مع القرارات الأمريكية بتقصد حاكم مصرف لبنان بمثابة من يعتدي على المقاومة وعلى سلاح المقاومة هذا مش صحيح شو بيعني دكتور سكندر بتقديرك كيف رح يواجه حزب الله القرارات الأمريكية إذا عم بيقولوا أنه هني أساسا حزب الله سيد حسن نصر الله من ثلاثة شهور قال نحن ما بنطعطى مع المصارف نعم صرحها علىنا ليش اليوم تغير ليش اليوم هالثورة الكبيرة إذا ما عم بيطعطوا مع المصارف ليش وإذا السوريين خضعوا للمنع ولم يصدر صوت عن حزب الله اللي هو عم بيحارب حد الرئيس السوري واللي شكره الرئيس السوري من مدة يومين كل شي لي بإلك أنه نحن أدمى في تشرذم في المواقع السياسية وفي التعليقات عما نطلع على الأمر بمقدار من الاستخفاف وتكريس الغايات السياسية في المكان الأول إذا بدنا نعمل هاي رح بالفعل البلد يفرط إذا بدنا نكرس الغايات السياسية نعم فأي سياسات اقتصادية ومالية رح يفرط البلد حسن علاق بجريدة الأخبار سأل مسؤولين عن الحزب عن صبل مواجهة القرار فأشاء تمت الإشارة لمسألة غضب الأهالي يعتمل ومعلوم نظرية الأهالي واللجوء إلى الأهالي يمكن بمحل الحزب ما بيقدر يكون هو بالمواجهة هي لتجيش الرأي العام بس يعني بلا مواخذ الرأي العام بلبنان وبغير لبنان وربما بلبنان مطلع أكثر من باقي الدول العربية ما هو على معرفة تامة فيه عضايا الأصول المصرفية طيب بس إذا طلب من المناصرين والمتمولين مقاطعة بدي يعمل لائحة بالأحزاب على لائحة سوداء المصرف يلي تكن العداء للمقاومة ويطلب المقاطعة صح بالودائع دعوة الناس للضغط وحتى التظاهر ما بيتأثر القطاع المصرفي بهذه الحالة؟ قطاع المصرفي أكيد ولكن مش بالنسبة اللي مفكرين فيها لأنه في كثير من رجال الأعمال الشيعة اللي عندهم أعمال في لبنان وخارج لبنان ما بريدوا أنه يتعرضوا للمواجهات مع الشروط الدولية لضبط المال وانتقال المال فمش بالتأكيد أنه رح يكون فيه التأثير اللي يفترض من قبل المعلقين اللي عما أقولي عنهم بالنسبة للبنوك بعدين في كذا بنك مفهوم أنه صفتهم بنوك شيعي فهل فكريك أنه رح يتجاوزوا هذه القيون؟ أطلاقا حتى يعني قد تصل التحركات لحد منع جمهور المقاومة هذه المصرف شعبيا من فتح أبوابها هل علينا أن نخشى من لا إذا كان بدنا نوصل لهون ننسى البلد معناتها نرجع لسنة 2008 واللي شفناه واللي حقيقة أتى الجزء من حياة البلد دخليك الاعتصام اللي صار بوسط البلد كم مؤسسة سكرت بعده؟ كل المؤسسات من ساحة رياض الصلح إلى ساحة فرمان من الجنوبية ما بقي منها محال علي الحسيني أشار لهالموضوع بجريدة المستقبل بالقول بعد سلاح المقاومة وشبكة الاتصالات والمقامات المقدسة حزب الله اليوم يطرح قضية جديدة على الساحة عنوان أموال المقاومة وتبين أنه لا يكترس لمصالح الدولي اللبنانية إذا بدنا نشوف الوجه الثاني لهذه الأزمة هل تميل إلى من يعتقد أنه بالنهاية بعدما فرطت كل المؤسسات الدولي ما بقى في غير هذا القطاع ويجب القضاء عليه بنسبه حزب الله أن تكون فعلا الدولي منحل بكل قطاعاته؟ لكن هلأ عم تأخذيني للتحليل السياسي بالتأكيد أنه حزب الله ما عم بيراعي ضرورة تفعيل المؤسسات الحكومية والبرهان موضوع انتخابات الرئيسي لأنه هنه منهم ماشيين في نسأ ديمقراطي هنه بيقولوا إما هذا المرشح أو ما فيه انتخابات بالتالي النسأ اللي نحن ما نقول أنه معتبرين وماشيين عليه هنه مخالفين لأله ولا يقبلوا بهي ونحن كمان كغالبية سكان لبنان من الفئات الأخرى عايشين تحت مظلة التفكير أنه لازم يكون فيه مقدار من الديمقراطية والانتخابات البلدية فرجت أنه فيه مقدار من الديمقراطية والحمد لله يعني بعد ما مات البلد تمام إذا المسعى لإمات البلد هي اللي بدنا تغلب على المساعي لإبقاء على البلد متحرك أمر تاني يعني يقال إنه بالنهي إذا كان هدف حزب الله مؤتمر تأسيسي يؤسس لدولة شديدة ما ممكن يصير وفيه مؤسسات ماشية يعني بده يكون كل شي نهار ليأتي المؤتمر التأسيسي لا يعني فيه نطلب مؤتمر تأسيسي على الأجهزة السياسية أو على صلاحية مجلس النواب مجلس الوزراء والرئاسي ولكن مش على هل فيه بنوكي أو ما فيه بنوكي يعني هذا الشيء إذا بدنا نرجع للقرون الوسطى كان فيه بنوكي القرون الوسطى كان فيه بنوكي كان تتعامل مع لبنان إذا بدنا يرجعون للقرون الوسطى لا نرجع يعني نظام المبادلة بالحجر ومعبيل التفاحة هذا أمر ما بفتكر بقى فيه عقل بيقبله هل كمان بهالموضوع فيه غمز من قناة حاكم مصر في لبنان سياسيا كون اسمه من أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية أكيد فيه محاولة للنيل من سمعة حاكم مصر في لبنان يعني علما بأنه حاكم مصر في لبنان برهن على أنه مشي بخطة حافظت على النمو وحافظت على الاستقرار رغم ظروف جدا صعبة من سنة 2007 والشيء نعم فبالتالي هذا الزلمة التهجم عليه هو بقصد حقيقة ضعاف السلطات النقدية المادية في لبنان وهذا أمر مضر بالجميع حتى بمن يسعى إلى تلك حتى هذا الأمر هل يتطلب هجوم معاكس ومن من؟ وجود هجوم معاكس الهجوم معاكس أنه دعم لحكم مصر في لبنان دعم للتقيد البقاء بإطار النظام المصرفي العالمي يعني الكوة السياسية ليش مش طالع صوتك هذا المصرفي؟ برات لبنان برات لبنان يعني خارج نطاء العراض اللبنان الهوبرة طبعا حمزالباه والجماهير 45% فإذا هني بدنا يؤثروا على 55% اللي هون لو شو ما عملوا شو ما عملوا ما بيأثروا أكثر من 20% اللي بتطلع 11% من مجمل القطاع المصرفي وكوني أكيدي أنه البنوك المملوكي من الشيعة في المكان الأول رح تكون في أول صف المناصرين للالتزام بالاعتبارات الدولية لأنه هادي ناس تعبوا لأسسوا مصرفهم وجابوا أموال من أفريقيا وغير أفريقيا وبدوا يشتغلوا وصلوا سنوات عم يشتغلوا منهم المستعدين هنا يبعثروا مؤسساتهم فقط عند هالطلب هذا بتقديرك الأمريكيين دكتور اسكندر ليش عم بتعاملوا مع حزب الله بهذه الطريقة؟ يعني مع إيران في محاولات للدفع نحو تطوير التعاون بين ألوات المتحدة وإيران وبالمقابل حزب الله اللي هو أحد أذرعت إيران العسكرية عم بتتم التضييق عليه لهذه الدرجة لماذا؟ معك كل حق بها السؤال لأنه أمريكين وزير خارجيتهم طلب من البنوك الأوروبية تتعامل مع البنوك الإيرانية وطلب من البنوك الأمريكية تتعامل نعم وعم بيسعى جهدوا لأنه هالـ 80 مليار دولار اللي هي لإيران بالبنوك الأمريكية تدريجيا يفرجوا عنها وما تبرين أنه إيران باختباراتها للباليستيه لا تلخالف الاتفاق النور فبالتالي الأمريكين في عندهم شيء أساسي أنه دايما مع الكبير شرعان كبيري بالنسبة لألنا سياستهم بختلفة عن التعاطي مع الأولى يعني مش انفسام بالشخصية لا في انفسام بالشخصية أكيد بالسياسة الأمريكية المصلحة الأمريكية الأساسية هي اللي تطغيرها لا لبنان ولا فلسطين ولا سوريا بس ممكن يكون في رسالة لإيران من وراء هالقرارات يعني للضغط على إيران بطريقة غير مباشرة نحن نواصل الحديث عن هالموضوع وعن المواضيع الأخرى بعد التوقف مع أول فاصل لحظات ونعود